الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع الآيات الكريمة من سورة الحجرات من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة موضوع الآية الكريمة التثبت من الأخبار وعدم السماع للإشاعات منعا للفتنة بين المؤمنين والخصام ثم تذكيرهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلا يتسرعوا في إصدار الأحكام هذا هو موضوع الآيات الكريم أما شرح الآيات الكريمة من المختصر في التفسير قال تبارك وتعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يعني ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاتبوك وهم يعني بأصوات مخفوضة مخفوضة أصواتهم لكان ذلك خيرا لهم من نذائك من ورائها لما فيه من التوكير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والله غفور أي غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم سبحانه وتعالى وغفور لهم لجهلهم رحيم بهم سبحانه جل وعلا ثم يأتي هذا النداء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين خطاب لأهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين قل أمين يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتبينوا أو فتثبتوا الكلمة فيها كراءة فتبينوا وكذلك فتثبتوا فتثبتوا من صحة خبره ولا تبادروا إلى تصديك خوفا أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبر هذا الفاسق واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والأصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم إذن الله تبارك وتعالى المعنى واعلموا أيها المؤمنون واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الواحية فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الواحية يخبره بكاذبكم وهو أعلموا بما فيه المصلحة سبحانه وتعالى لو يطيعكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته الفسوق والخروج عن طاعة الله عز وجل وكره إليكم معصيته أولئك المتصفون بهذه الصفات هم السالكون طريق الرشد والصواب فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وما حصل لكم من تحسين الخير في قلوبكم وتكريه الشر إنما هو فضل من الله عز وجل تفضل به عليكم ونعمة أنعمها عليكم والله عليم يعني بمن يشكره من عباده سبحانه جل وعلا فيوفقه وحكيم إذ يضع كل شيء في محله المناسب له سبحانه جل وعلا إذن في الآيات الكريمة وجوب التثبت من صحة الأخبار خاصة التي ينقلها من يتهم بالفسق أما تضبر الآيات الكريمة قالت تبارك وتعالى في الآية الخامسة الآية الخامسة ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فيها توكير النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالم لمحبة الله تعالى ومغفرته ورحمته ومخالفت ذلك تقرب العبد من صخة الله عز وجل وغضى به إذا سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سمعا وطاع ونعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونوكر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أن الفاسق جعل من نفسه موطن للشك بما أظهر من أعمال فلا يؤخذ قوله على محمل الصدق ابتداء هو فاسق حينما يأتيك بخبر أنت لا تصدق ابتداء لأنه معروف عنه الكذب وإشاعة الفتنة إذ لابد من التبين والتمحيص كذلك في الآية التثبت من الأخبار يعصم من الوقوع في الزلل ويجنب صاحبه ويلات التسرع كذلك في الآية أن إن غصص الندم نتيجة حتمية يتجرعها كل من تعجل في إصدار الأحكام بلا تثبت فالتيقظ في البدايات ينجي من الندم في النهايات كذلك في الآية نحن في هذا العصر أحوج ممن قبلنا إلى التثبت في سماع الأخبار لكثرة الكذب وظهور الفجور في الخصومة وكثرة الاختلاف وشدة مكر الأعداء الآية السابعة وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة كانت العصمة بنزل الحاضرة بإرجاع الأمور إليه صلى الله عليه وسلم واليوم يقي المسلمون أنفسهم من الزلل بالرجوع إلى سنته المطهرة صلى الله عليه وسلم واتباع هديه كذلك في الآية لو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة رغم رجاحة عقولهم وغزارة علمهم لأصابهم العنت فكيف بنا ونحن لم نصل إلى معشار ما وصلوا إليه فعلينا أنقاء أن ننقاد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الآية إن مما يميز أهل الإيمان اللهم اجعلنا منهم عن أهل الضلال هو استسلامهم وانقيادهم لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما أولئك فقد كرهوا ما أنزل الله واتبعوا أهواءهم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يا لها من نعمة عندما يجتبيك الله عز وجل من بين آلاف الناس ليكذف في قلبك الإيمان وينكذك من الكفر والفسوق والعصيان كذلك يا لها من نعمة عندما يهديك الله تبارك وتعالى لحفظ القرآن والعمل بالقرآن عندما يهديك الله تبارك وتعالى لاتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فتكن من الناجين إن شاء الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة ونعوذ بك من سختك والنار يا رب العالمين والآن مع تكرار الآيات دع إصبعك على الكلم وقرأ بصوت مسموع وانظر إلى الآيات وتفكر في الآيات الكريمة في حال التذبر بنية في حال التكرار بنية التذبر بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم أما التجويد أبين الأحكام في الآية الثامنة ننتبه فضلا من هذا إضغام بغنة لمجيء الميم بعد التنوين بالفتح والميم من حروف كلمة ينمون أقرأ فضلا من هكذا من الله هنا تغضي زلّام في اسم الجلال بسبب مجيء اسم الجلال بعد الحرف المفتوح ودائما نقول إذا جاء اسم الجلال بعد فتح أو ضم تغلظ اللام وإذا جاء بعد كسر تركك اللام ونعمة وإضغام بغنة لمجيء الواو بعد التنوين بالفتح والواو من حروف كلمة ينمو يبقى إضغام بغنة نقرأ ونعمة وطيب في حكم تاني فوتنا طيب حكم هنا النون وجاء بعدها حرف عيد أليس هذا بحكم إظهار حلقي ننتظر الإجابة إن شاء الله في النهاية والله عليم حكيم طيب الحكم هنا إبقى إظهار حلقي لمجيء الحاء بعد التنوين بالضم والحاء من حروف الإظهار الحلقي المجموعة في البيت همز فاء ثم عين حاء مهمة تاني ثم غين خاء طيب في كلمة ونعمة أنا قلت هنا حرف العين من حروف الإظهار الحلقي وجاء هنا بعد النون طيب أنا أقول أن هنا في هذا الموضع ليس بحكم إظهار ما السبب السبب والإجابة سهلة جدا إن شاء الله ننتظر الإجابة هذا وصل لهم وسلم وبركة عمير محمد وعلى آله وسلم